موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 21 تشرين الأول عشاء مؤسسة ميشدية السنوي رحلة عودة أطفال شهداء الجيش من إيطاليا وغيرها من التأرير المنوعة أما جوفنا لليوم فهن المخرج المسرحي كريم داكروب لنحكي معه عن مسرحية أمر ضوي عن الناس وسيد توفي عيد المدير التنفيذي لشركة نوفو نورديسك لنحكي معه عن نشاط الرالي بايبر الخاص بمراض السكري ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل حلقة اتصالنا دايما أو بداية حلقتنا بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأسات الجوية ومعنا على الخط الست مونة عمر العزي لن يخد مننا تفاصيل عن تأس اليوم وكيف رح بكفي معنا خلال الويكاند مدام مونة بونجور بونجور كيف فيك؟ ماشي الحال الحمد لله والتأس كيف؟ تفضلي؟ والتأس اليوم رح يكون غائم جزئيا في استقرار بدرجات الحرارة النعم والضابع على المرتفعات بكره رح يكون غائم جزئيا كمانzasgem مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة بالبقع والجبل في احتمال انطار خفيفي بأقصى شمال بكرا بكرا نعم الأحد اللح ترجع ترتفع شفاي درجات الحرارة خاصة بالبقع والجبل رح يكون غائم جزئيا نعم انبارح كأنو حسينا هيك المسع شوي كان في رياح زيدة عن الزوم يعني هي احيانا بكون الريح ناشطة 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 بس ما عم تتعدى الاربعين يعني اوكي بالارقام عن اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم على السحر رح تكون بين 16 و 28 على المرتفعات من 12 إلى 21 الارض من 7 إلى 17 و بالبقى من 10 إلى 28 الريح جمالا عم تكون شمالية غربية إلى شمالية سرعة بين 10 و 30 كم بالساعة رؤية جيدة الرطوبة النسبية على السحر بين 50 و 75% البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الميال 27 نتشكرك على وقتك ونتمنى لك نهاية أصبح حلوة من حال الطقس رح ننتقل هلأ إلى عنوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت و بداية جولتنا رح بتكون مع عنوين صحيفة النهار يلي عنونت فإذا بانتظار إنه رح نكفي لكينا مع عنوين صحيفة النهار مخاطرة الحريري إلى الذروة وكتلة للأوراق البيضاء عون بدأ تحركه ولقاء كسر جليد سريع مع بري لم يبدل المواقف الحريري للنهار أبلغت من يعنيهم الأمر منذ آب موقفي من الفراغ تقدم جديد للقوات العراقية نحو الموصل روسيا تمدد هدنة حلب والاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات وضمن افتتحي التنهار لليوم بألم مروان اسكندر التعليم مصدر ثورة لبريطانيا مهدد ومصدر منسي في لبنان وضمن محليات لماذا يتحدث نصر الله عن الأمن في البقاع رسالة من المهجر إلى النواب واللبنانيين وختيما وضمن أدب فكر وفن الكتاب بتصرف الفن في مقر المكتبة الوطنية من صحيفة النهار منتابع مع عنوين صحيفة السفير كن عوني فأكون سعدك لقاء بارد بين بري والجنرال والعيون مفتوحة على الأمن رصاص المسلحين أقوى من صمت هدنة حلب جيش الفتح يروج لأم المعارك وتدفق السلاح السعودي واشنطن والرياض عقوبات على حزب الله وبعنوين أخير دعم دولي لعراقية معركة الموصل تركيا تستنفر الخليج إلى صفها مذهبيا من صحيفة السفير جولتنا نتابع معكم وبعنوين صحيفة الحياة عون والحرير يطلقان انقلابا على الشغور الرئاسي زعيم المستقبل وصف مبادرته بالمخاطرة الكبرى واعتدراضات وازنة أبرزها من بري والفنجي القوات العراقية على بعد عشر كيلومترات من عاصمة داعش مئات العائلات تفر من الموصل إلى مخيمات النزوح وبعضها يتجه إلى سوريا السبايا إلى الرقة تمديد هدنة حلب يعيد الحركة والتظاهرات إلى شرقها تركيا تقصف أكراد تسلحهم أمريكا وواشنطن تؤكد الحلف مع أنقرة ضد داعش وبعنوان أخير ترامب يقع في فخ كلينتون المرأة السيئة معلقون اعتبروا أن المناظرة حسمت الفوز بعد رفض المرشح الجمهوري تأكيد احترامه نتائج الانتخابات من صحيفة الحياة مننتقل إلى عنوين صحيفة المستقبل الحريري يؤيد ترشيح عون المهم يبقى البلد الاتفاق يحصل الطائف ويحيد الدولة على الأزمة السورية والجنرال في بيت الوسط متعهدا بناء الوطن سهم السوليدار يرتفع عشرين بالمئة حوال خمسة وثلاثين التواصل لتحقيق التفاهمات العباد يؤكد عراقية معركة الموصل ولاية يعرض على بغداد دعما عسكريا ويطلب إشراك الحشد الفضائع الروسية حاضرة بقوة في القمة الأوروبية الأمم المتحدة تطالب موسكو بهدنة تكفي لإجلاء الجرحة والمرضى من حلب رقوبات أمريكية سعودية ضد ممولين لحزب الله وبعنوان أخير التضامن النجمي والأنصار الصفاء والعهد الريسنج من صحيفة المستقبل مننتقل إلى عنوين صحيفة الأنوار الحريري أعلن ترشيح عون اتفقنا على تحييد لبنان عن أزمة سوريا زعيم المستقبل ذهبت الثورة لحماية الثورة على العنف والأحقاد القمة الأوروبية تبحث فرد عقوبات على روسيا القوات العراقية تقترب من الموصل وتطرد داعش من مناطق جديدة الحكومة السورية تهدد بإسقاط الطائرات التركية اشتباكات في حلب ترافق الأعلان الروسي عن تمديد الهدنة وكتب المحلل السياسي بالأنوار لليوم الرئاسة في الغربال المسار ليس نزها وختيما وضمن مقالة رفيق خوري مخاطرة خيار عون وطوبوية تحييد لبنان من الأنوار منتبع معكم مع عنوين صحيفة اللواء الحريري يبحر بترشيح عون مخاطرة سياسية كبرى جنرال الرابية في بيت الوسط شاكرا للترشيح ولقاءه مع بري يكرس الخلاف هدنة حلب تصمت في يومها الأول والمدنيون والمقاتلون يرفضون عروض المغادرة عقوبات أمريكية سعودية مشتركة ضد مقربين من حزب الله الحوثيون يخرقون الهدنة والرياض تتوعد بالرد ترامب يرفض التعاهد بالاعتلاف بحكم صندوق الاقتراع بحال خسر ودايما بصحيفة اللواء اجتماع باريز خطوط إرشادية لإدارة المدينة بعد داعش القوات العلاقية تستعيد برطلة قرب الموصل من صحيفة اللواء منتقل إلى عنوين صحيفة البلد وبأبرز العنوين لليوم عون مرتاح لتأييد الحريري وبر يغادر الأوروبي يحذر روسيا وتمديد وقف النار في حلب من صحيفة البلد منتقل إلى الصحف الأجنبية وبداية بترجمة لعنوين صحيفة The Daily Star الحريري يدعم عون لحماية لبنان القوات العلاقية الخاصة تنضم إلى معركة الموصل بمواجهة داعش وبعنوان أخير الجيش السوري يحث المدنيين على مغادرة حلب من The Daily Star إلى ترجمة لعنوين صحيفة لوريون الجور وبقي فك العقدة الشيعية لماذا لم تبدأ معركة الرقة بعد؟ الأكراد يهاجمون داعش بالقرب من الموصل الحوثيون متهمون بخرق الهدنة وفنياً وبعيداً عن السياسة سلمان بعلبكي ملك الرق من لوريون الجور منتابع جولتنا مع عنوين صحيفة الشرق الحريري وخاطر ولا أخاف أعلن تأييد ترشيح عون رئيساً لكل اللبنانيين وحارساً للدولة ضمن مقالة رئيس الشرق إلى اليوم بألم عون الكاكي قرار تاريخي لرئيس تاريخي وبعنوين أخير اعتقال ثمانية انتحاريين سوريين مكلفين استهداف المقاهي واليونيفل من صحيفة الشرق جولتنا متابعة معكم وبعنوين صحيفة الشرق الأوسط وزير الدفاع البورتوغالي السعودية محورية وزيارتي لها حققت ثلاثة أهداف قال للشرق الأوسط إن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إطالة معاناة السوريين واليمنيين عون يقترب من رئاسة لبنان والحريري مستعد أن أخاطر بمستقبلي تضعضع في فريقي ثمينة وأربعة عشر أذار والتشكيل الحكومي أول اختبار للعهد الجديد دعوات دولية لحماية مدني الموصل وداع الشرد بالسيارات المفخخة لجنة الأمن البرلمانية تحذر من الدفاعات في محاور القتال والحسم عند بوابة المدينة الدقيقة الثالثة شاهدة على خرق الإنقلابيين هدنة اليمن مسؤولون أمريكيون يؤكدون وعمان تنفي تسليح إيران للحثيين عبر أراضيها وبعنوان أخير قصيدة وزير الثقافة الجزائري على إقاع عزف نظيره التونسي من صحيفة الشرق الأوسط إلى عنوين صحيفة الجمهورية يلي معها منختم جولتنا على صحف بيروت لليوم انطلاقوا مرحلة ما بعد الترشيح السفير الصيني للجمهورية عون يحب الحزب والحزب يحب بري القوات العراقية تتقدم لاستعادة الموصل وختيما بيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق إضاءات جولتنا على صحف بيروت لليوم مستطل ختامة بريك ومنرجع منتابع أخبار الصباح حتى لكم معنا رح ننتقل بحلقتنا هلأ إلى مترو المدينة وبتحية للفنان زكي نصيف مع أمسية موسيقية للفنان حنين أبو شقرة حاملة عنوان حلوة ويانية بين أغاني الفولكلور والرومانسية أخذت الفنانة حنين الجمهور برحلة إلى الزمن الجميل مع ألحان زكي نصيف تقرير للزميلة روايدة الصفضي منتابعه ومن الرشح موسيقى اعتلت خشبة مسرح مترو المدينة وبطلت الواثقة صوتاً وحضوراً غنت لاذكي نصيف صانع الهوي الفني اللبناني استرجعت أعماله المتجذرة بالفكر والبيل من المواويل إلى العتابة والمجانة حنين أبو شقرة صوت فني بيمتلك إحساس وحنين إلى زمن الأغني التراثي موسيقى 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 انا اشتقت انو اغني الاشياء القديمة على حالة يعني وكانت الفكرة ما مترو المدينة اللي هو انا بشوفه صراح سقافة انو اغني ريبرتور زكي نصيف انا كتير بحبه وبحب انو يعني ينسمع اغاني اللي قاله مش كتير مشهورة ومسموعة زكي نصيف هو احسن مثل او واحد من الامثل الكتير كبير بالموسيقى اللبنانية اللي قدم موسيقى الى علاقة بلبنان بطبيعته بجباله بكل تفاصيل الحياة تبعه بعشوية يمكن زاكر كل اسماء الورود الموجودة باللبنان باغاني موسيقى موسيقى حلوي وياني يالها هو عنوان الحفلي اللي احيته مع فرقة موسيقية مؤلفي من طراد طراد جوزيف سجعان مكرم ابو الحصن داني شكري وزياد الاحمدية يالي ابدع على البيانو والعود العود بيعطي نكهة بمحل معين بالفولكلور مطلوبة وعبتضيف شي بالحفلة يعني بالأخص انه فيه موال مثل شروقي وفيه موال عتابة وفيه مثل حدة هايكي بيديون لنا لازم العود يكون موجود بهالمحل موسيقى 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 زمان للأسف يعني بس حلو أنه بعدنا بنسمى حدا بغنى هالأغاني وإن شاء الله يارب يدلوا يكملوا بحتى الجيل الجديد يتعلم على الفند المصبوط مش على الإشي اللي عم نسمعها هلا هالأغاني الرائية وهيدا الشعر وهيدا اللحن يلي هو غنى ويلي عطالها كل الفنانين أكيد مبقى يتكرروا لأنه هالرقية اللي فيهم منه موجود بقى بولا فند ترجمة نانسي قنقر ومن بعد هالوقف الفنية رح ننتقل هلأ لناخد فكرة أكتر عن حركة السير بيها الأثناء فإذا معنا على الخط الموهل الأول أحمد شعبين من غرفة العمليات المشتركة تابعة لهيئة إدارة السير لناخد منه تفاصيل عن حركة السير على مداخل بيروت وداخل العاصمة صباح الخير؟ هاي صباح الخير كيفك؟ الحمد لله تفضل بالتفاصيل حركة السير كيف عم تكون حاليا؟ بالنسبة لحركة السير ما داخل العاصمة عم يشهدوا حركة صباحية المعطية ده المدخل الشمالي لمدينة بيروت عم تكون الحركة ناشطة إلى كثيفة من جسر السراي وصولها للزوء إشمالاً عم يتحول السير عندنا لكثيف من مقابلة الأبي سيد باية باتجاه نقاش وصولها للكارانتينة شهر الحلوم نعم بوليفارت إن الفيل كذلك عم يتكون عندنا الحركة عليه كثيفة من نهر الموت باتجاه الإشارات في عنا ضغط سير من الصلومة للحاية نوزونا لجسر الواطن بالنسبة لمدخل الجنوب الحركة عندنا ناشطة عم تكون عندنا من مفرق الدوحة تقريباً وصولاً لخلدي عم تتحول لكثيفة باتجاه الأنفاق طريق المطار كذلك في عنا حركة ناشطة إلى كثيفة على محور الحدث في عنا حركة كثيفة كذلك على كواء عرية وصولاً لبسوس عم تتحول لناشطة نزولاً لأوتستراد الرئيس الحود في عنا حركة كثيفة كذلك على أوتستراد الرئيس الهريوي باتجاه أوتيل ديو سيسين كثيفة من أسأس باتجاه جدة عمر بيهم العاملية كثيفة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا ونفق السليم السليم نعم مشاكل إجمالاً على الطرقات ما في عنا في هذه الحركة الصباحية المعتادة نعم بالنسبة لأساءات اللي تسجلت عنا خلال الأربعة وعشرين سانة تسجل عنا تساحة ودستير للأسف كان في عنا قتيل وعشر جرحة نتمنى لهم الشفاء العجل نعم وبالنسبة لمخالفات السرعة مخالفات السرعة الزائدة للأسف في عنا ألف ومية وثلاثة وعشرين محضر سرعة زائدة خلال الأربعة وعشرين ساعة نعم نطلب أكيد من السائكين مثل العادة وكل يوم أنه يثوقوا على مهلهم وما يتجاوز السرعات المحددة على الطرقات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خاصة أنه السرع هي نعرف السبب الأول للحوادس يمكن الحوادس اللي ذكرتها من شويها العشر جرحة وثلاث قطلة يمكن السبب كان السرع كلهم نتجينا نقول إذا تسعين بالمية منهم كلها سرع زي سرع كان في حوادس صدم بيناتهم في حادثين صدم حادثين صدم والبقين حوادس استضام نعم منذكر المستمعين أكيد أنه فين يتواصلوا معنا على موقعنا الإلكتروني على تويتر قطي أمسي لبنون ليعرفوا آخر أخبار حركة السائر على الطرقات وفين يتواصلوا فينا على خطنا السيخن السبعة عشرين ليبلغونا عن أي مشاكل مرورية بتصدفهم نعم المؤهل أول أحمد شابين شكرا لوقتك نتمنى لك نهاية أسبوع حلوي اليوم الجمعة وموعد ثابت مع زميلنا يقضان التقي على إذاعة الشرق ضمن المجازين السياسي وبالتفاصيل عن حلقة اليوم تجوفوا رح بيكونوا مدير بيت المستقبل للأبحاث والدراسات سامم نسع مدير مركز أنجمة لأبحاث الأمن بالشرق الأوسط رياض أهوجي والكاتب السياسي أكرم سكرية وبالمجازين اللي اليوم رح بيكون فيه مداخلات مع الدكتور فارس السعيد منصق الأمانة العامة لقوى 14 أذار والخبير الاستراتيجي إلياس حنى المجازين السياسي إذاعة الشرق 8.5 صباحا منتوقفها لأمع بريك ومنرجع من بعده مع تقرير أخبار الصباح وتجوفنا دلكن معنا صباح الخير من جديد من محاولة الاغتيال انطلقت انطلقت بمشروع بيهضف أولا وأخيرا إلى اغتيال الإرهاب بالإبداع إلى محاربة الجهل بالثقافي عم نحكي عن الأعلمية الدكتور مايشداء يلي ومن رحم الموت خلقت مؤسسة مايشداء يلي أقامت عشيء السنوي الخيري بحضور شخصيات صحفية وتم خلاله تكريم العديد من الصحفيين العالميين تقرير عن هالأمسية مع زميلتنا باميلا نبهان منتبعوا هلا موسيقى 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 ماشداء الصحفية الجريئة اللي أصبحت اليوم مثل الشجاع عن نضال القوة والكلمة الحرة أثبتت خلال السنوات عن عزمة بالاستمرار فأسست مؤسسة مايشداء لتعنى بشؤون الصحافة الحرة من خلال نشاطاتها العديدة ورشية عمل ومؤتمرات صحفية فعقدت عشيء السنوي الخيري بحضور مجموعة كبيرة من أهل الصحافة السياسيين وفعالياتنا المجتمع اللبناني لتكرم أبرز صحفيين العالميين لحتى تتمكن من الاستمرار بأعمالها العديدة بتصور أنه نشاطات المؤسسة عم بتكون مستمرة وديمة وبنفس الوقت كل يوم عنديك هدف جديد وتنشئة الشباب على الأشياء الإيجابية وعلى العلم والسقافة وعلوم التواصل والتكنولوجيا ومشارينا على طول بتكفي مين ما فيه يدعم ميش دياء أصلاً اللي هي عندها روحية مميزة وعندها هيك فينا نقول نور أيضاً خاصةً بعد ما اتعرضت لأله والشجاعة اللي هي وأكيد هالأضايا اللي عم بتحملها أنا وجودة اليوم هون دعمة لقضية ميش دياء اللي من أجله كانت استشهدت أنا بحب إلا به النهار بالزيت إنه الله يقويك ويعطيك ألف عافية كملي نضالك ونحن بجانبك مهم إنه الإنسان ينهض من بعد أيام سيبي بيتعرض له ويقدر إنه يقوم ويقوم بعزمه بقوة منه سهل اللي مرت فيه دكتورة مين ولكن بنفس الوقت قدرت إنه تخلق من الضعف قوة أهم شي بهيك نشاطات هو الإدراع الاستمرار طبعا إنه كل سنة يكون وجود هالمؤسسة موجودة وعم تكون عم تقدر تعمل برنامج أقوى من البرنامج طبعا السنة اللي قبلها العبر اللي نتجت عن اللي صار معه وظفتها لا بالحزن ولا بالانكفاء ولا بالصدمة وظفتها بالأكتر بالأقدام بالنجاح بالتحدي يعطوا أمل لهالصغار ولهالشباب تطلعين إنه رغم كل شي رغم العنف رغم الزبلات رغم كل شي بعد فيه ناس عبيوصلوا لحد ما يشيجيه بس شكاً بس شكاً بابت باتك موسيقى بحضور السيدة لامة السلام بالبافيون رويل بالبيل تخللت الأمسية مجموعة من الكلمات بالإضافة لعروض من مسرح البرودوي وأحية الأمسية أيضا الفنانة ميريام فارس كما أنه تم تكريم مجموعة من الصحفيين العالميين لضموا صوتهم لصوت ماشي الدعاء أمثال الصحفية باكي أندرسون من السي أن أن ميشيل دوخيكار من فرانس دو زينب بادوين بي بي سي ويرد لميس حديدي من سي بي سي وغيرهم فتمكن الحضور بالاستمتاع بأمسية جميلة كما أنه ساهم بدفع ماشي الدعاء إلى الأمام الكلمة الحرة هي الكلمة الطاغية خصوصاً بلبنان وبالعالم العربي اليوم وجودة وجود كل الأشخاص هو دعم لمؤسسة ميشدية اللي برهنت من وقت ما أسست هالمؤسسة عن جدية بعملها وعن الفعالية اللي عم تشتغل فيه هذا الحقيقي أخذ مباركة أكثر قمت بعمل أثناء جميعاً مع ميشد وي continuت من فعله وأنا أتجاب مبارك ومفان مطلقة لأشخاص المثال نعم في عامات مدى مختلفة وعندما تتعلم في هذه المنطقة كم شكراً ويجب أن تشعر الوضع على ما يحدثك كل يوم طبعاً دايماً إلى جينيبا بكل السنين من وقت ما بلشت لاليوم واليوم يتميز كمان هالاحتفال بتكريم عوزماء أحرى شي بالموضوع أنه عاملين تام والتام الليلة هو برودوي ستايل يعني أنا لقيت نفسي وأخيراً قدرت سقطت ريشة تير كالعبالة أوكي وشو بدي أحكي عن ماي يعني بشهادة للنضال ومثال حي للمرأة الحديدية يعني عنجاد بكلمة للكلمة من معنى ظروف صعبة صحيح أنه نحن عم المرفية ولكن ماي مصرة متما هي مصرة على إرادة الحياة بعد الحاسة التي تعرضت لها هي مصرة كمان أنه هاللقاء يكون جامع يضم كل الإعلاميين بلبنان بالعالم العربي حتى إعلاميين دوليين أنه مدرسة حقيقية جديدة بالإعلام وبتحضير الإعلاميين وهذه رسالة كتير كبيرة عم تبعتها لطريقة التصرف بالإعلام بالمنطقة وبالعالم العربي أنه اليوم واحد يحترم على الكلمة اللي بيقولها على الصدق اللي عنده إياها نحن اليوم عم نكمل مع المسيرة ونتمنى أنه الضلة هي حاملة الشعلة ونحن وراها موسيقى رسالة 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 اشتركوا في القناة ومنتقل هلأ إلى كلمة اليوم لنشوف كاميرتنا بمين التقت أثناء تجويلة بالشارع شو هي الكلمة ومن بعدها بريك محطي ووجي كبيرة بالله ليه لعني وجيك بيرة بالله لتعني كبير المستعبة لعني كبيرة بالله اش بليار مرة بالعليل ما في زبانك كيفي مي كيفي كعربة كيفي كل شي السطر زباني ما كنا اللي على الطريق هلأ بالكاميونات ومي عمشترة وترلات وشوها الحقي شوها المنطقة لك بالحرب الأزايف وكيفي كعربة وكيفي مي لكيه لا لا شيء ولا شيء المي تطلع لفوق كل شيء طبيعي وانا بحبه لساعد لانه ابن الحريرة انا والحريرة كنت يجي يعدون حريرة كان يجي يعدون والله يا رحمة رابو وانا وقف كاميون نزل لي عشر طنقزير هون نزل لي هون كان احلى 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 كان في بركة كان في واحد يقول اي بيت واحد يبطلع لك هلأ أمدا بموت الويتو بني خبص وقت على الانسترات ست سبع سيارات تلعفوه معقولة وانا عم تباس حكارنتينا لك ضربته سيارة بعده طيب ايجي تلتاني تلتاني ليل تلت تلتاني ليل ربا دحسوه قتلوه شعف كنت انا بيع باتفريد لاترشو بس وضيع الصافة عبدالوهاب كل شيء هلأ مبحوع لو ما هيكي بغنيلك هادي معك لأ بيجو معكي خبر هادي قاعد فيها سعد الحريرة لفيه الحريرة ايخده فيها الوحي بفوتة عن كريم طعي طعي امي طعي صوت حلو ايه كنا لما كنا شباب اي بس هالله عيني يا بتدحك وقلبي بيبكي يا عيني يا بتدحك تحت الشباك ناطر زلل عليك لا يا عمي مرتفوت طيب اعلم اني كي كل يوم اليوم الله يجيبها الماء لك عم تحترق ترمب تجي ترمب الله يحرق قلبه اللي عبي حرق نياه كلمة اليوم الحب الحياة بثلاثين الشهر رح تشهد منطقة الجميزة ومحيطة على رالي بايبر بس رالي بايبر خاص وهو دعما وللتوعية عن مرض السكري ولانا احيي خلت تفاصيل اكتر نستقبل ضيفنا لليوم توفي اعيد حضرتك من شركة نوفو نورديسك دلت حتنا اكتر بيقى جوي هال رالي بايبر خلال والاول شي ب14 تشرين التاني هو اليوم العالمي لمرض السكري صحيح صحيح وبتبلش الحملات منعرف قديش بتكون كفيفة خلال هالفترة من هيك انتو قررتوا تختموا تشرين الاول بيرالي بايبر صحيح يعني قررنا نبلش اذا بدك موسم التوعية مع انه بيكون فيه حملات كل السنة بس هو شهر تشرين تاني مخصص للتوعية حول مرض السكري شو بتكون تقولوا للناس من خلال هالنشاط اللي عم بتنظموه بداية انتو فيه المساج الاساسي اللي بناوصله للناس انه بيقدروا يعرفوا هنه اذا معرضين او لا يعني السكري من النوع التاني مرض على قدمة هو معقول يأثر يكون عنده خوائق مخاطر على حياة المريض او بشبكات العين متل ما انه اذا كنا وعيين على المخاطر نقدر نتجنب كل هالمضاعفات بقى احنا من خلال هالنشاط عم نعمل توعية لحتى العالم يعرفوا شو هنه المخاطر اذا هنه معرضين او لا وعلى اساسة يخدوا التدابير اللي حتنا اكتر باجويق هالنشاط سبعة ونص الصباح رح ينطلق الرالي بالجم ميزة ورح تتجولوا ببعض المناطق كمان ابي بيروت صحيح يعني رح يبلش سبعة ونص بالجم ميزة وين رح يكون التجمع بعدين موزعين في عدة مراحل بيقطعوا فيها هنه تيمز كل تيم فيه ستة اشخاص بيقطعوا من مرحلة مرحلة بمنطقة كبيرة يلي بتتضمن جم ميزة مرم خايل لحد المتحف وسوليدار يعني بتكون تعملوا سيركل نقول هيك الجولة نوعا ما دقريب ببيروت مثل البن يلي هنت لابسوا على الجاكت هو شعار الورد ديابيتس دي او اليوم العالمي للسكري بقى بهالمراحل بيكون عندهم المتسابئين اسئلات توعية عن السكري وبنفس الوقت نشاطات يعني نحن بهمنا من خلال هالنشاط نوصل كمان انه من الاصص الليزمة هي الانسان يكون عنده حركة دائمة ونظام صحي وغذائي صحي لحتى يتجنب السكري يعني رح يجو العالم ورح يعملوا كمان هالدائرة الزرقاء هاي دي باخر النشاط يعني اخر مرحلة من الرالي بيبر رح تكون بالباركينج تبع صحة الشهداء ورح كمان رح يكون في دعوة عامة للعالم تتجمع ونعمل يعني هالدائرة الزرقاء شفتيها رح نتجمع بعدد كبير كبير على شكل دائرة زرقاء لحتى كمان نوصل المساج ونوصل ونحن كلنا متحتين لحتى نعمل توعية ونحارب مرض السكري هالنشاط رح يجيب التعاون مع كرونيك كير سنتر أو مركز الرعاية دائمة يلي أسسته سيدة مونة لهراوي ورح بتكون هي حاضرة معكم شخصيا بهذا النهار يعني هي على علم بالإيفنت ونشاء الله أنه تكون حاضرة عم تشوف سكتجول طبعا متمنى تكون موجودة من الأشخاص اللي رح بيشاركوا بالرالي توفيق هلا نحن بالرالي عملنا دعوة شبه عامة إذا بدك من خلال كرونيك كير سنتر ونوفو نورديسك مع الموظفين والأصحاب يعني رح يكون فيه تقريبا حوالي 100 إلى 150 شخص بينما بيه سيحة الشهداء بالباركينج رح تكون من الدعوة مفتوحة أكتر للي بده يعني نحن فيه هونيك نشاطات توعية في العالم تقدر تعمل فحص مجاني للسكري من خلال تيم تبع كرونيك كير سنتر معلومات عن الديت عن الأكزرسيز عن كيف يقدروا فيه كوستشنير بيقدروا يعبوا اسمه نويورريسك حتى موجود هاشتاغ نويورريسك لحتى يقدروا يشوفوا هن إذا معرضين أو لا وكيف يتوجهوا ساعتها للإخصائيين لحتى يتفايدوا المشاكل تعرف أشخاص بالعائلة أو بالأصحاب بيعينوا من مرض السكري قد ما بدك ورح ينزلوا رح بيشاركوا بهذا نهار أكيد يعني هذا المهم إذا بدك إحصاء صغير من البلغين في لبنان بين العشرين والسبعين سنة في تقريبا حوالي عشرين بالمئة مصاب اتناعش بالمئة عفوا مصابين بالسكري ونصهم ما بيعرفوا بقى في كتير عالم ما في بيت ما في إذا بدك محل إلا ما بتلاقي حدا طيب أنت مذلك كمان مشرف على هيدا الموضوع قديش هيك بتتابع وبترائب أو بتحس أنه لا يعني أنا عم بتشجع حالك أنه تعمل فحص بأكيد بأعمل فحص وبنتبه لأكل لأكيد ما بقدر أكيد مشكل يوم وكل الوقت وأكزرسيز كمان مرتين من الأسبوع لثلاث مرات طيب توفيق هيدا رح بيكون البداية تقول تبتلاثين الشهر معها الرالي بايبير بس خلال شهر تشرين التاني شو رح بيكون فيه كمان حملات بيرزي للتوعية حول مرض السكري يعني نحنا فيه بك أدت مناطق إذا بدك وهولي مش بس يعني كرونيكير سنتر ونوفو نوردسك بيعملون عدت حتى جمعية الأطباء للسكري وكله بيعملوا حولية أكتر شي بتكون حول الفحص لأنه هون بتبلش يعني إذا الواحد عمل فحص السكري بيقدر يعرف إذا هو بالنورم المزبوطة ولا لازم يقدر يعمل فحصات أكتر وبنفس الوقت معلومات حول المرض حول اللايف ستايل إنه الإنسان لازم عطول يعمل لازم عطول يأكل بطريقة صحية وينتبه للعوارض من هيك نقيته نشاط رياضي يمكن تتبلشوا فيه طيب قدمش الأطباء كمان هن مشاركين معكم ب30 الشهر هلأ دعميننا أكيد بس أكيد أننا بالجانب هولي النشاطات البوبليك إذا بدك يكون عنا نشاطات علمية بيشاركوا فيها الأطباء لأنه هن بيفوتوا أكتر بخصوصيات المرض والعلاج والوقاية أكتر ما أنه نحن بس توعية على كيف الإنسان يعيش حياته اليومية طيب سنة بعد سنة عم تلمسوا ما بعرف تطور بهيدا الموضوع أما بتحسوا أنه التوعية عم تنتشر أكتر ويمكن عم بتم أنه الأشخاص عم بيتشجعوا أكتر أنه يعملوا الفحص للكشف عن السكرية فيه تطور بس ما أنه كافي يعني فيه إذا بدك لازم تكون جهود بعد أكتر بكتير لحتى هال تقريبا الأحصاءات بتقول أنه مفروض يكون فيه لبنان حوالي 450 إلى 460 ألف مريض سكرية نصهم ما بنعرف وينهم يعني وهو اللي معرض حياتهم للخطر بقى أكيد كل ما كان فيه توعية أكبر وهون الإعلام مشكور وكل المجتمع المدني كمان كل ما كان فيه توعية أكبر كل ما تفدينا أكتر مشاكل وكل ما دينا نغطي أكتر عدد من العالم أصلا نحن بنحييكم نحن كمان برح مرأنا تقرير بأخبار الصباح عن نشاط أنتو فيه أنتو كشركة نوفو نورديسك عن للمرضى الإيموفيليا وكان العرض لديبوتر هورايزن بالأبي سي جراند سينماز كان كمان شفنا عرض مميز وكتبت عم تقلي تحت الهواء أنه قدرتوا تعبوا خمس صليت من الجراند سينماز بالأبي سي كان بالتعاون مع جمعية لبنانية للمرضى هي اللي بتساعد المرضى كان نوع من إذا بدك تعاون معهم لحتى يكون فيه فاندريزينج لحتى هنا يساعدوا أكبر عدد من المرضى تكون مع الأطباء ومع الصياد اللي كمان عم بتليمس المواطنيين صحيح وكرميلو عم بيكون هيدا إذا بدك عم بياخد وقت أكتر من شغلنا لأنه التوعية على نطاء المواطن والمريض هي أول باب إذا بدك يعني هو بده يكون وعي على حاله اللي حتى يقدر يروح يسأل الحاكم أو يسأل الصيدة أو يقدر ياخد نصايح اللي لازم طب من الإيموفيليا إلى السكري هلأ شو عم بتحضر كمان نوفو نورديسك هلأ نشاط موضل؟ هلأ فينا كمان نشاط على يلي هو مشاكل النمو عند الولاد بنحكي فيه بوقتا بس كمان عم نعمل توعية على الموضوع بتقريبا بتبلش بعد كم يوم لحد آخر السنة نحنا بما أنه حكينا عن نشاط الإيموفيليا رح نرجع على أن نستجرى سوى هالتقرير توفي بتتابعوا معنا؟ أكيد وكمان إذا فينا نمر الدعاية للغالي بيبر هيك العالم بيشوفوه بيعرفوا أكتر كيفي آه ما رأت أورادي لفلاير مرأت أورادي سوري لكن رح ننتقل هلأ إلى صالة الجراند سينما بالأبسي أشرفية حيث نظمت جامعية لبنانية للإيموفيليا وبالتعاون مع نوفو نورديسك ببيروت عرض لفيلم مارك وولبرد الجديد ديبوتر هورايزن بهدف المساهمة لجمع التبرعات لصالح المتعايشين مع ضيء نسف الدم الوراثة أو الهيموفيليا تفاصيل منتبعها بهالتقرير ومن بعد بريك أموفيليا ده نسف الدم الوراثي النادر يلي بيسبب ببعض الحالات نزيف دم قوي كجزء من حمالات التوعية وجمع التبرعات للمرضى لأنه كلفة العلاج باهظة جدا وقيم داخل صالات الجراند سينما أبسي أشرفية عارض خاص لفيلم ديبوتر هورايزن يلي بعود ريعه لجمع تبرعات لجمعية لبنانية للإيموفيليا بالتعامل مع نوفو نورديسك ببيروت لنجاح هالنشاط هالعرض سبقه مؤتمر لتوضيح وضع المريض اليوم بلبنان وحجاته كل ما تدوينا على الموضوع علميا طبيا اجتماعيا كل ما أكيد صار فيه فهم للموضوع ونعطي العلاج الأنسب بالوقت الأنسب نحنا كل نشاط للدعام منحكي فيه على التوعية يعني بيهمنا كتير نقدر نوصل للتوعية نقدر نوصل مشاكل هالأشخاص أوضاع الحاجات تابعون وأكيد الدعم كتير مهم نواجه مشاكل بالمجتمع أنه شخص ما بيعرف شو هي للموفيليا شو هي المضاعفات طبعه يمكن بيفكروا مرض غريب عنهم بيتأبوا فما لي أكتر مشاكل هي مشاكل بالمجتمع بالنسبة لي أنا أخدت الموضوع بالناحية بوزيتف لي خليتها الموضوع بالعكس ما يرجعني لورا خليت أقدم لأقدام سيبر أكتر بالعود الألفين يلي من بطولة مارك وولبرغ وكايت هاتسون المكتبس عن قصة حائية جرت سنة الألفين وعشرة عند وقوع انفجار في ديب ووتر هورايزن جراء تسرب النفض بخليج المكسيك يلي أودى بحياة 11 شخص وتسبب بكارسة بيئية واسعة النطاق فيلم مؤثر بياخدنا برحلة مع هالعلماء النفض وبدأ بالصلاة اللبنانية تسربة 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 ليش ما خلقت أمر ينور الطرقات بالليلة ليش ما خلقت نجمي ترقص مع رفقاتها بالسماء وما حدا يسأله وين رايحة ليش ما خلقت عصفور ليش ما خلقت غيمي سمكي أو حبة طراب بس ولا مرة سألت حالي ليش ما خلقت إنسان الإنسان يلي بيأذي إنسان مثله لأسباب غريبة المشاهد اللي عم نشوفها من مسرحية يا أمر ضوة عن الناس ولناخد أكتر تفاصيل عن هالموضوع نستقبل مخرج المسرح يا كريم داكروب صباح الخير كريم صباح النور المسرحية رح تنعرض هلأ بإطار الاحتفالية العشرين لمسرح المدينة خلينا نقول إنه علاقتك مع مسرح المدينة قديمة يعني مع السيد نيضال الأشقر وأنا أول مسرحية لكريم داكروب حضرتها بمسرح المدينة ثلاث مرات سكرنا الشارع مشان يصير فيه نشاطات بكل الشارع تبع كتير صار فيه إشياء بهالمسرح أصلا يعني نحن عملنا إشياء وفي غاية يعني غاية عمل كتير إشياء فعلا هالمسرح شهد كتير نشاطات نشاطات وهلو نشاطات إلى يعني إلى بصمة كتير كبيرة بمدينة بيروت إن كان مسرح القديم أو المسرح الجديد صح الجديد صح ولابد ما يكون اسم كريم داكروب مدرج خاصة أنه بتقدم مسرح الدماء اللي هو مسرح هيكي عنده خصوصية كتير حلوة وبنفس الوقت هو موجه للقبار وللصغار بنا نحكي بالأخص عن يا أمر ضوي عن ناس كريم عن شو بيحكي على العمل؟ هذا العمل بيحكي عن يعني فيه تساؤلات ليش الإنسان متوحش؟ منها بيطرح التساؤلات الزئب؟ لأنه هو متهم الزئب هو المتوحش فبنبلش المسرحية بيسؤال الزئب هو عم يسأله طب ليش الإنسان هيكي؟ ليش هيكي بيعمل بالإنسان؟ وفي استحضار لبعض الأصاص حتى من الكتب السماوية الموجودة حول الإنسان وحول حكمة حكمة الإنسان يعني الحكم اللي بتفرجينا قداش الإنسان عنده عنف وقداش في بعض الناس وهن كتير قلال بيعطوا شوية أمل لأنه البشرية ممكن أن يكون وديها الكتب السماوية بتحاربها العنف ودايما تدعي للعنف 100% طبعا عم نحكي عن هذه الفكرة وعم نحكي عن الزئب عم بيحكي عن حكايته وكيف عم بيعيش هذا السراع يلا رح منشوف هلا بعد المشاهد ونرجع منكفح حديثنا معك موسيقى 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 يا ابني يا دي برجاع موسيقى 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 عم نشوف المشاهد لفتتنا الموسيقى الموسيقى هي من توقية أحمد قعبور هو كمان تعاون دائم بكل مسرحية كريم دكروب هالتعاون قائم من 23 سنة 23 سنة بشكل دائم نحن نشتغل طب بس تحضر النص المسرحية تقعدوا سوا أو تعطيه النص لأحمد هو حسب قراءته للنص بيستوحي الموسيقى لا أحمد الحقيقة بعد فترة طويلة من الشغل المشترك لا بيشارك حتى بكتير إشياء العلاقة بالنص من أول ما تطلع الفكرة بنعود أنا وليد خيك دكروب سينوغراف وأحمد بنشتغل على الفكرة كل حدا بيعطي ملاحظاته بيعطي شو رأيه شو الضعف شو القوة لأنه أحيانا كتير الواحدة اللي يكون عنده فكرة معينة ما بيكون عارف ضعفة مزبوط فنتعاون بين بعض مشان حتى نطور الإشياء العمال بيخلق بشكل مشترك صح طب بس تكتب هيك عمل كريم عم تقلنا أنه حتى بتاخد مراجع من الكتب السماوية وهيك يعني قديش بياخد فعليا وقت تحضير هيك عمل خاصة أنه في أبعاد فلسفية يعني منا مسرحية أنه مسرحية للأطفال لا هي مسرحية عن جد بتخلينا نحنا نطرح كتير نقاط استفهيم هذه المسرحية أخذت أكتر من سنة الشغل حقيقة أنا كاتب الناص بس كمان تعوانت مع أمل ناصر اللي هي كمان اشتغلت على كتير أشياء والعلاقة كمان بالأبحاث وب يعني عوانتني بكتب الناص بس عادة ناخد وقت كتير يعني هايدي تقريبا سنة أخدت وقت وأخدت قبل السنة أخدت فترة تفكير وقرية وهالأشياء هايدي بس في غير يعني في عنا كل مراحل التحضير اللي هي من الفيديو من الرسل الفيديو اللي عملوا نعمل نعمل الرسومات السينوغرافية تصنيع الدماء كل هالأشياء هايدي بتاخد فعلا نحكي عن تصنيع الدماء نعم نشوف هالدماء التفاصيل اللي صغيرة الدقيقة اللي فيتين فيها قديش كمانا هايدي يستهلك وقت وطاقة كريم منكن تنقدر نشوف هالشخصية فعلا بتعكس الشي اللي هي عم تقوله يعني هادا بده قبل ما تتصنع الدماء نحنا كتير كتير بياخد وقت شغل أكتر شي بيني وبين وليد اللي هو السينوغراف كتير بياخد وقت على تصميم وأحيانا شفته هالدماء اللي هلأ منشوفها بيكون مصنع قبله شي اتنين اتلاتة تحتى نقرر انه لا هايدي اللي بدنا نعتمدها فيه تاخد كتير شغل كتير وقت وكتير جهد وبده فترة طويلة تتخلص وقديش منشوف هالتكامل وهالسينكرونيزاسيون بين الممثلين اللي كمان عم بيحركوا هالدماء هلأ الممثلين يعني دايماً نحنا بنشتغل مع الممثلين نعرفهم قبل يعني بهالمسرحية في كاتيا داكروغ في سيرانا الشاني في وليد جابر في أدون خوري فؤاد يامنين مساعد مخرج فؤاد نحنا دايماً من عشر سنين نشتغل نحنا فؤاد يعني هو موصل دائم بالمسرحية طبعاً وهالمسرحية كان مساعد مخرج لأنه كتير بوسق كمان برأي فؤاد كمخرج مخرج على فكرة فؤاد مخرج مهم فهولي الأشخاص معظمهم أو كلهم كانوا طلابي بالجامعة طلابنا وانا كنت طلبتك اصلاً مبسوطة اني مستقبلتك اليوم وانا كم مبسوطة فبعرفون كتير منيح وبيعرفوني كتير منيح وفي بيناتنا يعني في لغة مشتركة فوقتل نجي على التدريبات مش منبلش من السفر منبلش من من تجربة مشتركة موجودة بنفهم على بعض كتير وبيمشي الحال بس بدأ وقت كتير يعني الشغل على المسرحية والتدريبات على المسرحية بدون وقت بدون جهد كتير يلا بنشوف بعض المشهد ونرجع من كفة حديثنا بس بدون وقت كفة حديثة 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 أنا وديبي مشوار عمر ما بيخلص لآخر العمر الليلي دور ابني الكبير هو كان رح يطير من الفرح بس أنا كنت الآن وديبي أكتر كريم أنت اخترت هالعمل لأنه تقدموا بإطار احتفالي العشرين لمسرح المدينة لأنه هذا كان آخر عمل قدمته بس خلال السنة دايما في نشاطات عروض كتيرة بتقدموها مثلا بالصيف كل سبت بتنقوا عروض مسرحية كمان كنت تقدموها بعض الظهر وحسب فيه مسرحيات يمكن للأطفال فيه مسرحيات لأ يمكن توب بيبليك تشمل الكبار والصغار قدي جمهور مسرح الدماء بيتابعك كريم من وقت ما بلشت له وقدي هلأ الجمهور صار بيجيبوا ولاده كمان على المسرح أنا من أول مبلش من 23 سنة كان عندي حلم والحلم تحقق بشكل كبير أنه يصير عنا ريبرتوار يعني مجموعة مسرحيات عم تنعرى بنفس الوقت ومسرحيات ما توقف إذا مسرحية ناشح تبقى ناشح تبقى ماشي مثل ما بتعملوا بالصيفية صيفية وبالشتة كمان وهلأ حنبلش بعد الجمعتين العروض العروض السبت فنحن بالشتة كل فترة الشتة والخريف والشتة والربيع بنعرض كل سبت وكل فترة الصيف بنعرض كل خميس ليش كل خميس لأن العالم تروح على العطل فنحن بنعرض كل أسبوع مسرحية بنعمل برمجة يعني في عنا مسرحيات عمرة 23 سنة مسرحية عمرة 20 فبنعمل عروض محطفزين بكل الدماء يعني كله بعده مش بس محطفزين محطفزين ونحن نجددهم يعني نرجع كل مرة وقت اللي يعتقوا نرجعوا من عيد تصنيعهم من الجديد بس السنة في عنا شغلتان هكي جدا بدنا نعملون أول شيء احتمال كبير إنه نبلش مش بس كل سبت بيصير كمان كل أحد بمسرح تاني اللي هو مسرح الجميزي انتو هلأ عم تارضوا بدوار الشمس بينضم لقلو مطرح تاني بالإضافة لهيك نحن السنة بدنا نعمل احتفالية لعشرين سنة لمسرحية اسمها شتية دني سيصام المسرحية مثل فيها مجموعة من الممثلين بدون بهالاحتفالية كل الممثلين أو معظمهم اللي مثلوا من العشرين سنة لليوم بدوا يمثلوا بدوا ياخدوا مثلوا مقاطع منها مثل مين مثل باسم مغنية مثل رشاد زعيتر مثل شادي الزين فؤاد يمين كاتيا دكروب يعني مجموعة من الممثلين اللي بدوني خاصني حلو كتير وسفرتوا كمانا بعملكم المسرحية مش بس عم بتكون يعني للجمهور اللبناني كمانا عم تبرمو فيها كنتوا بالأردن مؤخرا لا هلأ راحين أه هلأ راحين على الأردن في عنا عروض لا يا أمر ضوى عن الناس وفي عنا كمان عروض بفرنسا لمسرحية ثلاثة أسابيع يعني لمسرحية اسمها لوبال دي غافي اللي هي عملناها مسرحية مشتركة لبنانية فرنسية كمان توب بليك لكل الجمهور بيمثل فيها من لبنان فؤاد يامين وماريليز عاد ومن فرنسا ومسرحين فرنسيين ومن بعدها راحين على كيب تاون على سوث أفريكا بيأمر ضوى عن الناس هذه مهرجان بيصير مرة كل ثلاثة سنين وكل مرة بدولة بنظموا المنظمة العالمية لمسرح الأطفال بيختاروا من كل الأعمال المسرحية اللي صارت خلال آخر ثلاثة سنين خمسة عشر مسرحية يعني من أصل 800 مسرحية بتم اختاروا خمسة عشر مسرحية من ضمنهم يا أمر ضوى عن الناس طيب الأطفال كيف بيتفاعلوا هلأ الكبار بيحضروا المسرحية بنشوف أنه بينظروا للمسرحية بطريقة مختلفة عن الأطفال بيظهروا من المسرحية كيف بيكونوا شو بيسألوكن هلأ نحنا المسرح تبعنا مسرح للعائلة يعني أهم شي بشغلنا أنه نحنا مسرحنا للعائلة يعني بيخاطب كل العائلة وأهم شي فيه أنه بيفتح حوار بقلب العائلة يعني منشوف دايما الأولاد عم يسألوا أهلهم والأهل عم يتفرجوا هن يعني الأهل وقت اللي فوقتوا لعنا مش بيقعدوا بينطروا أولادهم بس بيقعدوا هن كمان بيتفرجوا هن بيتفاعلوا لأنه كمان هن في شي بيمسهم وفي شي بخليهم ينفعلوا ويشوفوا وينبسطوا فبيظهروا الأهل عندهم انطباع الولاد عندهم انطباع بيتناقشوا مع بعضهم فدايما منسمع نقاشات كثير حلوة وأحيانا منسمع نقاشات كثير غريبة وأحيانا بيتلعوا أولاد بينقشونها بالمسرحية نفسها يعني ممكن في ولاد ما يتعجموا المسرحية وأحيانا كثير في لنا أولاد بيشوفوا ويعرفوا كل المسرحيات وبأولوا لأ هايدا أحلى من هايدا لأنو كذا ونحنا بنسمع لهم كد بنسمع لهم أنا شغلة كثير مهمة بالنسبة لنا نعلم شو ردت فعله بس أهم شيء بيصير عنا خاصة بالفترة الأخيرة هو الأجيال يعني أحيانا بيصير في عنا جيل حفيد وإم أو باي وجد أو ست بيجوا كلوا مع بعضهم بيكون الإم أو الباي حاضرين للمسرح يلا على أمل أنه كمانا ينجمعوا ب23 شهر نهار الأحد على ساعة 8 ونص المساء بمسرح المدينة بيحتفلية 23 سنة وكريم كل التوفيق لكل هلأ العروض اللي بتقوموا فيها إن كان بلبنان أو خارج لبنان أهلا فيك نحن رح نتابع ومن بعد معيشوا الحلم وأمضوا أيام وساعات من الفرح برحلة العمر إلى إيطاليا من تنظيم مؤسسة الشهيد المقدم صبح العقوري أطفال شهد الجيش اللبناني ودعوا إيطاليا يلي زرعت بقلوبهم ذكريات كتير كيف كانت رحلة العودة إلى لبنان؟ تفاصيل بهذا التقرير مع زميلتنا ما يفرحات أطفال شهد الجيش اللبناني يلي فجأتهم بزيارة صباحية إلى المدرسة المارونية لتوضيعهم يعني الحزن يلي إجا عليهم وعلى حياتهم ما بيتعود أبدا فإذا إجا نقطة فرح ببحر الحزن يلي هم فيه على متن خطوط الطيران الشرق الأوسط أمضوا الأولاد آخر أربع ساعات من الحلم ودعوا إيطاليا وتحضروا للعودة إلى تراب الوطن يلي حضن أبائهم اشتقت لأمي ولأهلي وأنا مبسوطة كثير لأني راجعة على لبنان I love Rome شترت أني توسكي لكم المجموعات بي مبسوطين أنا كثير راجعنا على البنان لأنو اشتقين لبلدنا كثير ما ما نطرتني على المطار ومشتقت لها كثير حابة أشوفها كثير يعني مع الوصول إلى مطار رفيق الحريرة الدولي أمهات أخوات ورود ودموع هيك ضج المطار باستقبال اختلطة مشاعره بين الفرح والاشتياء اشتقت لها عم بكي لأنو اشتقت لها بسعطي يا انجلة ايه انا أمولا فهد سفيريانس جديدة ويعني بيغير جو بيطلع من هالجو اللي نحنا فيه يعني أول مرة بتسافر حصيتها أنه هني سبعة ين بس حصيتهم سبعة سنة نتشكرون كثير وهني أهل لقيلة كمان من بعد بيا بس تطمن أنه مع مؤسسة عسكرية يعني بتشرف الحمد الله يعني ومع لجنة كتير يعني بترفع الراس بتعوض إن شاء الله أنه شو هيك بتدخل الفرحة والبسمة على قلب الولاد يعني لأنه نحرموا من اشياء بتعوضهم من اشياء تانية الرحلة ما كانت نجحت لو لا جهود ناس لابد من ذكرهم بها التقرير ناس تشكرتهم قيادة الجيش بدورة فوجهت لهم كتابات شكر ناس وضعت أولوياتها للجيش اللبناني بالفعل وليس بالقول سيد أنتوان مظلوم الرعى الرسمي للسفرات اللي بتنظمة مؤسسة الشهيد صبح العقوري ماتيو كوستا كورتا ممثل المؤسسة بإيطاليا والملحة العسكري الإيطالي بلبنان الجنرال بير لويجي منتدورو بيعملوا مجهود كبير مشانون مشان يكونوا مبسوطين مرتاحين السند موجود على طول الحمد اللي بوجود يد الجيش وقاعد الجيش عرص الله يقويون ويحميون هني حماية الوطن بالنهاية نحنا لو ليهم منا موجودين مرسي تلفزيون الفيوتشر منتشكركم منتشكر الجيش اللبناني كمان ومعهم منكون ودعنا رحلة من أجمل الرحلات والأكثر إنسانية اللي أمضيها فريق عمل أخبار الصباح مع التقرير المميز ونصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم والختام رح بيكون مع التقرير الرياضي بكرة حلقة جديدة من أخبار الصباح كونوا على الموعد باي لعبة الكريكت هي رياضة جامعية يلعب فريقين فيهم 11 لاعب لكل فريق تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل اللاعب يدعى رامي الكرة أما اللاعب الخصم يدعى رجل المضرب فيحاول صد الكرة باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجذاف يتركز الانتباه أساسا حول على 200 تشكلين الأهداف تدعيان وكت وهن مجموعة من 3 عصي متصلة تسمى جذوع الكريكت يحاول رامي الكرة يسابطة لكي يقع قطعتين خشبيتين اتنين مثبتتين على الجذع ويدعيان كفالات الكريكت تلعب الكريكت على ميدان معشوب تتوسط أرض بيضاء طول 20.12 متر في الواقع تاريخ بداية رياضة الكريكت مجهول نوعا ما ولكن بداية هذه الرياضة تنسب إلى القرن السادس عشر في إنجلترا حيث أنه كانت الرياضة المفضلة لدى الأمير أدوارد ابن الملك أدوارد الأول وهناك أقاويل أخرى ترجح أصلها إلى عام 1598 ميلادية حيث أنه كانت تلعب من قبل الأطفال في إحدى المدارس البريطانية لا تتطور فيما بعد إلى رياضة تمارس من قبل الكبار والصغار بدأ الاهتمام بهذه الرياضة في عام 1660 ميلادية حيث بدأ الناس باحتراف هذه الرياضة لا تشتهر فيما بعد عن طريق إحدى المقالات التي نشرت عام 1679 ميلادية في القرن التاسع عشر حدثت تغييرات كثيرة في رياضة الكريكت فقد تغيرت قوانين اللعب وأنشئت أول بطول دولي لرياضة الكريكت ولعبت أول مباراة عالمية لرياضة الكريكت في عام 1844 ميلادية بين فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا وفي السنوات القليل الماضية اشتهرت الكريكت في معظم أرجاء العالم لا يصبح عدد أعضاء الاي سي سي التي ستتعرف عليها لاحقا 104 دولة من ضمنهم عدة دول عربية كالمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة رياضة الكريكت تلعب بمضرب وكرة يتبير فيها فريقين يتألف كل منهم من 11 لعب وهي لعبة شائعة في بريطانيا وفي الدول التي كانت خاضعة لها وتلعب الكريكت على ساحة دائرية أو بيضية من العشب حيث يتركز اللعب على شريط من الأرض بين مرميين يتكون كل منهم من 3 جذوع خشبية وعصوين تسميين المثبتين حيث يستقران على قمة الجذوع ويتنهو بالفريقان في الضرب والصد وعند قيام الفريق بالصد يقف أحد أعضاؤه ويدعى الرامي بالقرب من أحد المرميين يقوم الرامي بالجري إلى المرمى ويرمي الكرة بحركة ذراع عنيفة في اتجاه مرمى الخصم وترتد الكرة مرة وحدة أمام المرمى في معظم الرميات ويقف لعب آخر من فريق الصد يدعى حارس المرمى خلف المرمى ويدعى لعبور فريق الضرب الضاربين ويقف أحد لعبينه عند المرمى الأبعد ويدعى الضارب حيث يواجه الرامي ويحاول ضرب الكرة بمضرب طويل مسطح فإذا ما أزيحت الكرة العصى عن جذوع فإنه الضارب يخرج من اللعب أما إذا ضرب الكرة إلى الساحة فيقوم هو وزميل له يدعى غير الضارب ويقف عند المرمى المضاد محاولين تسجيل دورة ويتم التسجيل في كل مرة يقومان فيها بالجري إلى المرمى المضاد قبل ما يتمكن المدافع من إزاحة العصى بواسطة الكرة وأحيانا يتمكنان من الجري جيئة وذهبا لعدة مرات قبل ما يتمكن المدافع من إعادة الكرة ويستمر الضاربان في اللعب حتى يخرج أحدهم ويتم استبدال أحد زملائه باللعب خارج كما يتم تسجيل النقاط للضربات التي تصل أو تتجاوز حدود الساحة ويمكن أن تستمر مباراة الكريكت الرئيسي من 3 إلى 5 أيام أو أكثر ويكون الفوز حليف الفريق اللي بيسجل أكثر الدورات تتفاوت أبعاد ساحة لعب الكريكت من مكان لآخر إلا أن الأبعاد الشائعة هي 137 متر للعرض و150 متر للطول وتبلغ المسافة بين المرميين 22 ياردة أي 20.12 متر في وسط الساحة حيث يكونان متزوازيين ومتقابلين ويبلغ عرض كل مرمى 9 بساط 22.9 سنتيمترات وتسمى المسافة بينهم بمسافة المرمى وتكون الجذوع قريبة بعضا من بعضا لحتى تمكن الكرة من المرور بين أي اثنين منها أما ارتفاع الجذوع فيبلغ 28 بوصة أي حوالي 71.1 سنتيمتر يبلغ طول كل العصة 4 بوصات و8 على 3 من البوصة 11.1 سنتيمتر وتستقر العصوان في أخديد على قمة الجذوع ولا ترتفعان أكثر من نصف بوصة وتستخدم التباشير أو الجير الأبيض لعمل خطوط بيضاء لحدود معينة في الساحة ويخترت أحد الخطوط الذي يبلغ طوله 8 أقدام و8 بوصات يذوع المرميين على أن يكون الجذع الأوسط في منتصفه ويحدد خط آخر مسافة 4 أقدام للأمام حيث يمتد لمسافة 6 أقدام على أي من جانبين منتصف المرمى إلا أنه يعد غير محدد الطول ومن نهايتي الخط المار بالمرمى يمتد خطين إلى خط الآخر وإلى الخلف لمسافة 4 أقدام خلف الخط المار بالمرمى ويجب على اللاعب تمرير الكرة وجزء من قدمه الأمامي خلف الخط الأمامي بينما يكون الجزء الخلفي من القدم بين الخطين ترجمة نانسي قنقر